اشتركوا في القناة بالبيثون بلغة C++ لغة C++ متوافقة أكثر مع الويندوز تعطيك استقرار أكثر ونجاح وسرعة بتشغيل سكريبت الجيل بريك طبعا هذا لا يعني أنه لا ما في خطأ أو ما في فيلد أو ما في إعادة للسكريبت أو ممكن أحيانا ما يضفل الجهاز لا موجود هذا الشيء لكن صار بقلة قليل كثير وصار تشغيل السكريبت نوعا ما أسرع من المرات الماضية أما بالنسبة للأشخاص اللي على ويندوز 7 وويندوز 8 وواجهوا مشاكل بالبيثون فإن شاء الله الحل بالفيديو ما رح تحتاج بايثون ولا تحتاج سكابي أطلاق طيب شباب بهذا الفيديو إن شاء الله رح نشرح طريقتين الطريقة الأولى هي باستخدام برنامج البيثون والسكابي الطريقة العادية والطريقة الثانية بدون برنامج البيثون وبدون السكابي والطريقتين شغالات إن شاء الله لكن في البداية ودائما قبل ما تستخدم هاي البرامج أنا أنصحك بخطوة مهمة على أي ويندوز كنت 7 أو 8 أو 10 أو 11 كل العلاقة لك تتجه على قائمة ستارت ومن قائمة ستارت تتجه على سيتينج ومن ثم من السيتينج يا شباب تتجه على سيكيوريتي أند أبديت ومن ثم تتجه على ويندوز سيكيوريتي وتدخل إلى أول خيار فيروس أند ثريت بروتكشن هذا الخيار لازم تطفي تنزل فقط من الأسفل شوي وتختار منج سيتينج وتطفي الخيار الموجود هنا الآن سيقاف تفعيل هذا الخيار أحيانا الويندوز بيعتبر البرامج اللي بنشتغل عليها على جيل بريك هي فيروس إذا ما اعتبرها فيروس رح يحد من صلاحيات هاي البرامج أثناء تشغيلها فاطفي هذا الخيار من إعدادات السيتينج حتى تشتغل معات البرامج بدون أي مشاكل نبدأ بالبرنامج الأول وهو برنامج الـ GUI أو PPP WNGUI 1.7 واللي يحتاج طبعا للبرامج الأساسية وهي البيثون والسكابي والإمبي كاب ورح تلاقوا الروابط كلها بالوصف إن شاء الله موجودة اللي مثبت الثلاث برامج من قبل خلص أنت ما في لعد عيد هاي الخطوة لكن في ملاحظة جدا جدا بسيطة بالنسبة للبيثون لما تثبت إصدار البيثون يا شباب لا تختار install now اختار custom واتجه إلى install وعلم على خيار add python environment variables لازم تعلم على هذا الخيار ومن ثم تكمل بشكل طبيعي إذا هذا الخيار ما علمت عليه ببعض الأجهزة أو عند بعض الأشخاص رح يظهر رسالة python not found مع أنك مثبت البيثون على الجهاز لكن رح يطلع python not found فلا تنسى هاي الخطوة إذا كنت تواجه المشكلة البرنامج الأول وهو برنامج GI 1.7 وهو برنامج متدويرفر اللي كان يواجه مشاكل بهذا البرنامج فالمشاكل اللي كان يواجه مشكلة إنه ما بيتصل بالـ IP ما بيعطني ناجح الـ IP فالمشاكل اللي نحلت بالبرنامج البرنامج جداً سهل وسريع وبتقدر تستخدمه بأي وقت بالدكية هاي واجهة البرنامج البسيطة جداً زي ما أنتم شايفين الشباب طبعاً هون بحتاج أني أضيف ملف الـ stage 2 موجود مع نفس البرنامج بالمجلد نفسه وطبعاً هون خيار الـ Ethernet وأكيد هون خيار الـ Update الموجود عندي إما 9 أو 11 وطبعاً ينطبق هذا الحكي على جميع الإصدارات في حال نزل جل بريك جديد لـ 10.01 و 10.00 أو لباقي الإصدارات تحديداً فحتى أضيف ملف الـ stage 2 كلنا لك أنك تضغط هون وطبعاً من المجلد اللي خاص بـ الملف نفسه والبرنامج نفسه تدخل على PPPWN بأض الشكل ستلاقي مجلدين stage 1 و stage 2 ومن ثم تختار الـ stage الخاص بـ 9 أو 11 أو بأي إصدار آخر في حال صدر الجل بريك فقط كنت البرنامج عندك جاهز لا يوجد أي مشكلة خذر علينا أن نتجه على جهاز الـ PS وعلى جهاز الـ PS4 في حال كنت تعامل الخطوات السابقة الاتصال ما بين جهاز الـ PS4 والـ PC بسلك الـ Ethernet وعامل خطوة الـ PPPOE فما في داعي أنك تعيد الخطوة خلاص الأمور عندك جاهزة لكن إذا ما كنت تعاملها من قبل أو أول مرة تعمل جل بريك للجهاز فكل عليك تضغط إعداد الاتصال والـ Ethernet ومخصص و PPPOE ومن ثم تكتب أي أحرف وأرقام بالـ User Name والـ Password وطبعا لا تستخدم لا تستخدم تلقائي وانتهى الموضوع خلاص فقط يا شباب من باب التذكير إذا كنت أول مرة تعمل جل بريك على الجهاز فتحتاج الـ GoldHin راح تلاقي الرابط موجود بالوصف ورح تنقل على USB مفرمتها بـ FAT32 أو XFAT بنفس هذه الصيغة GoldHin.pin راح تحتاجه مرة وحدة فقط وهو أثناء تشغيل السكريبت وطبعا المرات القادمة ما راح تحتاجه أما إذا كنت مشغل الجل بريك من قبل فما راح تحتاج هذه الخطوة لأنه الـ GoldHin موجود على الجهاز تلقائي تمام شباب حاليا فقط كلها يأضغط Run Exploit وانتظر السكريبت لثواني تمام شباب بعد ما تظهر رسالة Waiting PADI كلها يأضغط على اختبار الاتصال بالـ Internet وانتظر السكريبت حتى يكمل بشكل كامل ورح تلاحظ أنه ميزة C++ الإضافة الجديدة رح يكون أسرع بتشغيل السكريبت من المرات الماضية أيضا ببرنامج مدد ويرفر فيه خيار وهو Retreat on Fail وهو أنه إعادة السكريبت لوحده بدون أي تدخل منك إذا فشل السكريبت أو إذا ما أعطاك إلا رسالة وحدة دائما إذا فشل معك للبرنامج خاصة مدد ويرفر لا تعمل Run Exploit مرة ثانية سكن البرنامج وارجع شغله من جديد وعيد الخطوة الأخيرة فخلينا ننتظر ونشوف هذا رح ينجح معنا البرنامج من أول مرة لأنه تقريبا قرب يخلص إما بعطينا done أو بعطي field تمام قرب يخلص تمام اشتغل السكريبت وظهر تساتل PPP WND وGolden 2.4 Beta 17 فالبرنامج جدا جدا سهل وبسيط وأيضا إضافة الـ C++ على هذا البرنامج خلته أسرع بتنفيذ السكريبت فهذه هي الطريقة الأولى باستخدام البرامج البيثون والسكابي والأم بيكاب مع برنامج مدد وفر في أيضا برنامج آخر لو بي أس جوب بنفس الطريقة بنفس الأسلوب نفس الشي أما يا شباب الطريقة الثانية أو البرنامج الثانية فهو PPP WN Lite هذا البرنامج لا يحتاج بايثون ولا يحتاج تثبيت سكابي إطلاقا لا يحتاج ذلك البرنامجين يحتاج برنامج واحد MPCAP وهو أيضا مدمج فيه أو موجود مع ملفات بإمكانك تثبته بشكل مباشر طبعا البرنامج يدعم ويندوز 7 إصدار 32 و 64 وأيضا ويندوز 8 32 و 64 ونفس الشي ويندوز 10 و ويندوز 11 برنامج بسيط جدا وخفيف وما يحتاج أي تعقيدات إطلاقا ندخل على البرنامج بشكل سريع طبعا قبل أن تشغل البرنامج الشباب تدخل على مجلد PPPWN ستجد فيه مجلد اسمه Drivers موجود في برنامج MPCAP إذا لم تكن تثبته كل عليك تضغط عليه double click تبدو في شكل بسيط بـ next next وانتهى الموضوع فقط هذا البرنامج ستحتاجه حتى تشغل PPPWN Lite هذا الإصدار 3.3 وفي إصدار جديد هو 3.5 سيصدر إن شاء الله قريبا الجميل بهذا البرنامج دائما لما تشغله بإمكانه أن يجي إلى عليه تحديث مباشرة من نفس البرنامج بدون ما تروح وتنزل النسخة الجديدة هذه هي واجهة البرنامج البسيطة جدا كل عليك أنك في البداية تدخل على setting طبعا ما فيه عددات كثيرة وفقط رح تختار رقم الإصدار اللي عندك من 9 إلى 11 وأيضا Ethernet الموجود هون ومن ثم تعطي apply فقط هذو كل اللي بتحتاجه وعلى جهاز PS4 أنا أطلاقا ما بحتاج أني أروح وعمل اختبار الاتصال بالأنترنت إطلاقا ما بحتاج فقط كل علي أني أضغط start وانتظر السكريبت حتى يكمل فنتجع على واجهة PS4 طيب شباب حاليا وبدون ما أعمل اختبار الاتصال بالأنترنت كل علي أني أضغط start على السكريبت وانتظر السكريبت حتى يبدأ بدأت الدائرة تمتلئ ورح تنتظر الدائرة حتى تخلص بشكل كامل وتعمل done أو أنك تطلع السكريبت من هون بالطريقة هاي إما الطريقة هون أو تطلع الشاشة هاي وع الشاشة هاي وهو نفس السكريبت شغال على الجهتين الميزة أيضا الموجود به هذا البرنامج إضافة لتحديث السي بلس بلس الموجود فيه وأيضا يعيد نفسه من تلقاء نفسه بدون أي تدخل منك حتى بدون ما تفعل له أي خيار ثاني وهو أنه يعيد run للسكريبت مرة ثانية في حال فشل من المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة فحاليا السكريبت شغال ونشوف هل رح ينجح معاي من أول مرة أو لا في حال ما نجح من أول مرة إذا ما عاد نفسه رح أعمل له أنا start تمام لاحظوا أنه أعطاني رسالة واحدة ووقف هيك السكريبت ووقف ولازم أني أرجع وأضغط start عليه مرة ثانية وانتظر السكريبت حتى يعمل run من جديد وزي ما بتفعيل الجلي break فتنتظر مرة ثانية نجح أو ما نجح ونشوف شو رح يصير تمام أيضا بالمرة الثانية رجع وعاد من تلقاء نفسه تشغيل السكريبت فهذه هي طبيعة البرامج إما بشتغل معك مرة الأولى أو الثانية وأحيانا من الثالث وحيانا من الرابعة لكن الاستقرار ممتاز وسرعة تفعيل السكريبت جيدة وطبعا هذا يعمل على كل أنواع الويندوز سبعة وثمانية وأيضا عشر ودعش وبدون برامج البايثون ولا السكابي فتقريبا السكريبت عد المرتين وهذه هي المرة الثالثة فخلا نشوف هل رح يعمل معانا من المرة الثالثة أم لا تمام بشكل مختصر بعض الأشخاص اللي بسأل طريقة تحميل الألعاب على PS4 أو بدنا طريقة تحميل الألعاب على PS4 صدقا هذا شيء ممنوع على اليوتيوب ممنوع عرض طريقة تحميل الألعاب PS4 إن شاء الله في طرق جديدة منها طريقة استخدام الراوتر المنزلي بدون PC عن طريق الراوتر فإن شاء الله أي تحديثات جديدة أو أي طرق جديدة رح تلاقوها موجودة على القناة إن شاء الله كل شيء رح تلاقيه موجود بالوصف أسفل الفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة